لا أعلم ماذا نصفت له هذا من الزائر الدرارة يجبين واحد وهناك دراج فيسبوك ويوتيوب هناك قطاعه في المغرب المثير الذي نستضيف من خلاله ضابط مغربي فر وانشق من الجيش المغربي مخطط إغراق الجزائر بالمخدرات في الحال في المخطط والإغراق الجزائر انشاد القصة هذا مرضوانا الرمضاني انا عجبنا غير اللي دير التعليق ذاك شي ديال حلبات المصارعة والله يعطيكم شعقة والله يدك شي ديال حلبات المصارعة بالمخدرات طبيعة الحالات تعليمات هذه يعني كتجي من من القمة ذي الله عرام يعني من المفتش العام لقوات المسلحة نيابتا عن القصر تحويل الصحراء الغربية الى معبر لشحنات الكوكاين الجنرار البناني كان امباكت مع الكارتيل ديال الكوكاين ديال الوزع مرة عارف الخبايا وشو هدو ولد دبا صاحب دبا دبا قمة دل باش تولي تبغي تعطي زر الجزائر صاحب لك شحلقها غيكونوا عطوك باش تعطي زر ديالك للجزائر بحالك ها الكولومبيا ليفتح طريق جديد لإدخال الكوكاين عبر الصحراء الغربية تحكم المصاد في دواليب الحكم في المخزن تحكم المصاد في المخزن حتى الحارس الخاص ديالهم يعني ولو كيدربهم في إسرائيل يعني المصاد مسيطر بطريقة رائبة يعني على الأمن الداخلي داخل القصر فاصيل فرار الضباط والفساد في صفوف الجيش المغربي كينين كينين عدد كبير ديال لا الضباط ولا ضباط الصف ولا ولا الجنود اللي يعني لنشقوا وتو مغادروا الجيش نعلم عندنا الجيش مونشقة دراري دكش ديال الضباط الأحرار واتلك عايشين في واحد عايشين في واحد العالم موازي دين الكلب واتلك هذا عاران كينين عدد كبير ديال الجنود اللي فروا برشا كينين تا ناس ديال وزارة الداخلية للبوليس البوليس يهرب البوليس يهرب من الفلوس الذي يعطيه لدينا البوليس الدراري يهرب من الصالير الذي يخلصه البوليس يهرب من السلطة التي تتعطيه وإني أولاد الصعيف إصابة الملك برصاصة من شقيقته وعلاقاته المشبوهة الزوجة السابقة محمد السادس ووصلوا لدارجة إطلاق النار بإمكانهم داخل القصر اذا كنت أركب تزاير الدراري أنا أرجع لديك البرنامج كيف تخيله القصر الدراري لا أعرف أم أم أكيدا كيف تزاير الدراري إنها مرحلة ماذا؟ كثيراً؟ أسرع الأسرع لإنقاذ الدراما إنها مرحلة لا 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 إنها مرحلة نعم نعم تزاير الدراري ديال المخزن أذكر رصاصة يعني لم تصب سلمة بل أصابت محمد السادي الأميرة فاطمة الزر ماذا أردت ماذا أردت ماذا أردت لك لها فاطمة أعرق وكان سيئ لي ديرا واسد قاس ديرا ماذا أردت ما بين المهربين الكبار والقصر ثروة محمد السادي نعم نعم داخل القصر عارف شنو كيديرو عارف شنو واقع بينهم وبين خقوت وبين هذا يبطر ودي المحمد السادي تقدر تكون وصلة الوحد مئة مليار زولار على الأقل يخرجوا للعيب والله والله هذا يريد حرب الاعتداء على النساء الصحراويات في الحمامات حمامات كل جنود الحمامات النساء داخل الحمامات واتصار النساء داخل الحمامات في العيون وفي السمارة وفي واحدة النعار جاوليهم في الفجر يعني والناس اللي كانوا حاضرين تم كلهم كل هرصا يعني لا رجال ولا العفال الصغار يعني تم كسر عظامهم حقائق مثيرة واعترافات تبث لأول مرة في ماذا الصوصة صاحب في حوار مع ظابط منشق من الجيش المغربي حصريا ها 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 اللع worst قوتنا هادو غاوس 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 دي حاله حالكة اول مرة كان نشاهد الكاغنة بحالكة كما تعلم الأجهزة المغربية ليست يعني أجهزة أديها نفس المهارة حالية عند الأجهزة ... أ銀ر الأجهزة العسيادة يعني ما عنده مش هذك الامكانيات اللي عنده الأجهزة العتيدة وتسريبات يعني تسريبات فاضيعة تقع دبك كيفاش ممكن تولي بحلعة السيدات لك السيكولوجيا ديالات بناد هذا ممكن يوقع غير الى التغتاصب من طرف شي واحد لابس الخارطة ديال المغرب ولابس شي ماسك فيه المغرب كي يحقد على المغرب لهذه الدرجة سيكي تلاحظ الجسر كلهم يحصلون بشي حاجها المغرب فاك يا صحي ونحن بحراب المغرب لا اداف ارايمن ديز علىه شي قوى دا باشي ولي زكا وغيرا اكبر مغرب من ولاية زاكورا اقدر يكون مغرب من ولاية زاكورا احصل في الفين وجوش كان جلسوس وهرب لا ازال احط لي ان تسريع الصرص اقلبوا عليه في جوجل لنشوفهم ب Communication هذا يلقى اصداده إسرائيل مغرب أردت سريح تك تطبيع الشدود داخل المجرمع ماذا؟ مؤامرة بشي عدد المنتخب السطر ربح المنتخب وما زال دير فيديوها صعب ما من الشهر أيضا؟ 14 ديسامبر فاش عد ربح المنتخب كانوا يقولوا بأنه لا تهمون هذه الانتصارات وهذا التألق من المنتخب المغربي وكنت قلت ليهم بأنه ومن لا يملك ذرة خجل مثل الخائن عبدالإلهي عيسو الضابط السابق الذي اشتغل لسنوات جسوسا ينقل للمخابرات الإسبانية سيب عيني كل أخبار الجيش المغربي بين سنتي 1998 و2001 لا يزال يسترزق من أعداء المغرب الدفة هذه المرة نحو المخابرات الجزائرية التي جندته بمقابل ليردد على مسامع الجزائريين ما يرغب فيه الكبراناتين وبكل الدناءة المنتظرة من هكذا جسوسا ظل يكرر خرجاته في ضيافة إعلام العسكر في الجزائر يهرتق ويفتر الكذب طمعا في استدرار واستمرار عطايا الكبراناتين فمن يكون عبدالإله عيسو المزداد في 1965 والذي آثر إلا أن يكون ضيفا على قناة الشروق نيوز الجزائرية ليردد السيناريو الذي لقنه إياه أسياده الجدودي وهو يحاول ضربه في مؤسسة عتيدة لا تبلي بخائنا في صفوفها وهو الذي غادر مدينتها تتوانا عبر الهجرة غير الشرعية بل أدنى من الأشياء فهو خائن للوطن قضت إسبانيا وترها منه وتخلت عنه بعدما استجد السفر إليها عبر رسالة شهيرة كان أرسلها إلى أحد معارض الحكومة الإسبانية في وقت سابق سابق وبالمناسبة خطبه باسم خوسي لويس من أجل أن يتدخل لفائدته حتى ينعم عليه الإسبان نظير ما قدمه لهم من معلومات لفائدة جهاز المخابرات سيليني وقد اشتك أن من سخروه لتعني وطنه في الخاصرة تخلو عنه وتركوه معلقة إلي أن يدبر حاله واستطاع الفرار نحو إسبانيا لكن دون أن ينال شيئا مما وعد به أيضا الخائن عبدالإلهي عيسو وبعدما داق صبره من طول الانتظار لم يخفي فيانة سوّد من ألفين وجوجوه وهارب وعارف ماذا يوقع في القصر عارف ماذا يوقع في الصحرة عارف الأخبار عارف الأخبار الجيش المغريبي عارف الكوكايين ومنيكايدوز عارف هذه المعلومات كاملين وهو هارب ماذا 2020 أم لا ألفين وجوجوه خدم في العسكر بين 98 و 2001 صاحبين ألفين وجوجوه خرجها صاحبين ماذا من 2020؟ ولأن الخيانة لا تنسى وخط الرجعة فيها غير موجود فمن الطبيعي لمثل هكذا خائنة ترأ منه والده عبدالله عيسو وعائلته كاملة أن يبحث عن ملجأ آخر له ليجد ضلته في حجر مخابرات دولة الكابيرانات المشكلة ماشي هذا 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 عاش تلت سنين في العسكر وخرج في 2001 صاحب ما عارف مضافة اعمرا لكم لا تنسى في حفظ لا تنسى لا تنسى نحنا هذا هو لا تنسى لا تنسى صاحب ما تنسى رواجي تشوفوا كده المخزن كده ما موجيش للمغاربة بناد مخرج في 2000 و جوج من العسكر ما عندو باش يعرف شي حاجة بعدها أصلاً سوى دول بلانة الدراج شئ مان يعني بحل قلتيتي براين واشيه يحاولوا يغسلوا الدماغ ديال تزيريا انطلاقاً من هذه الشيرة عندهم شو شنو كاين عندنا احنا الدراما عندنا الكوكاين ما عارش نو هذا شي غادي اصح بل واحد تطرق غادي واحد تطرق اصح بل واحد تطرق اصح بل واحد تطرق ماذا تطرق بل واحد تطرق مكتب في 2011 مكتب في 2011 ماذا تطرق ماذا تطرق لقد ترددت كثيراً في كتابة هذا المقال إلا أن مشرف موقع هبة بريس شجعوني على ذلك وهذا وإن كان من باب الأمانة الصحفية فإنه أيضاً من باب حب الوطن قد يتهموني البعض أني مخزني أو أني كذاب أكتب اليوم عن السيد عبدالإلهي عيسو الذي ملأ اسمه الصحف قبل أشهر قليلة بعدما أجرى حواراً صحفياً مع جريدة المخزن الجزائري يفضح فيه حسب قوله الجيش المغربي والفساد فيه الذي يصل إلى الملك محمد السادس ها هو نص رسالته لأحد معارض الحكومة الإسبانية يشكو فيها من سوء معاملة وشكر النظام الإسباني لخدماته حسناً حسناً في مايه 2000 وجوجه حسناً سوء عبدالله ضابط في الجيش المغربي والسلوك غير من ضابط غائب بشكل متكرر وقع له علاج طبيعي في مستشفى نفسه وقع له علاج مستشفى نفسه وقع له أسبانياً لن يأخذ التامام وقع زوجتي بالأسبانياً تقامل من فوه في نياة المطا في هجر الجيش تشتبه سلطة المغربية بتعاونه مع الخدمات الإسبانية مثل المخابرات الإسبانية مقابل مكاسب مالية استخدم جواز صفار إسباني لمغادرة المغرب بشكل سريع في أول مايه 2000 وجوج لا أعلم أن هذا المطاعد هذا يربع لك حلو مايه السلطة تهرب من المغرب في 2000 وجوج كان عامل صفار إسبانياً ومن بعد أن يذهب إلى صفار إسبانياً وعش فيها تماماك ومبقى لها فلوس الأخرى يدبر على رأسه مع الدزاير أنه يقول لك ما يريد أن يقول بينما السلطة خرج من المغرب محمد السادس ثلاث سنوات في الحكم والتوكين في 24 عام الحكم المالك السلطة خرج من المغرب كان ثلاث سنوات أvet Alliance مايهين 2006؟ والتوكين حدث بلا رأس والتوكين المغرب المسلوم تجعل هارب من المغرب العام قبل وتوكين الامير فلا الرأس والتوكين أراف سنوات الجميع اهرب هاد العام ومشى الجزائر يعود لهم شنوا واقع بينما ولد ما عاش في المغرب كثر من واحد وعشرين عاما هادي وكان خائن للصبليون ودابا ولا أخدم معه مع الجزائر هلو جايز أستحلفك بالله أن تشترك في القناة فقد تحداني يهودي أنه لا يوجد أي مسلم سيقوم بالاشتراك في القناة ولكن المسلمون سيثبتون العكس شكرا جزيلا بضلا وليس أمرا دير سبسكرايب وجام إلى بغيتي اشتركوا في القناة